بتفضل على ملعب نادي الحمرية واحد من الملعب المميزة جدا وخلينا أقول لك يا كابتان إسلام على مدار اليومين الماضيين سواء يوم السبت أو الأحد إن الفريق خضت تدريباته على ملعب نادي شرطة عجمان نظرا طبعا ضيق مساحة الملعب وأبعاد الملعب فضل مستر كولر إنه يغير الملعب محتاج ملعب تكون مساحته أوسع فبالتالي تم تغيير ملعب تدريب النادي الأهلي إلى ملعب الحمرية اللي خض عليه تدريبه الأول اليوم وخلاص تم الاستقرار إن ده اللي هيكون الملعب اللي هيستكمل النادي الأهلي عليه تدريباته خلال فترة المعسكر غلب النهاردة على التدريب الارتفاع الروح المعنوية والحمس اللي عند اللعبين طبعا لوجود الكابتن محمود الخطيب اللي النهاردة تواجد في مقر إقامة فريق النادي الأهلي وكان متواجد مع بعسة فريق النادي الأهلي حضر تدريب الفريق اليوم اتكلم مع اللعيبة الدراسات المهمة جدا للعيبة رفع من روح المعنوية بالنسبة للعيبة الناشئين المتواجدين معنا هنا في معسكر فريق النادي الاهلي وزي ما قلنا كابتن إسلام يعني الدور الكبير جدا لكباتن النادي الاهلي وقط اللبس في النادي الاهلي يعني ممثلة في الكباتن كابتن رامر ربيعال كابتن عمر السلية طاير محمد طاير أكرم توفيق كريم فؤاد محمد مجد أفشا دورهم إنهم يسهلوا الأمور على لعيبة الناشئين ما تحسش إن فيه لعيب من الناشئين يعني الأمور بالنسبة له يعني هيب الموقف خلاص اللعيبة بقت محطوطة تحت أعين مستر ريكولر الوقت اللي يحتاج لعيب فيه هم هيكون موجود معاه في الفترة القادمة الأمور دي وتوقيت المعسكر زي ما قلنا واتكلمنا إنه قد فترة إفادة كبيرة جدا للعب زي وسام أبو علي فترة تعاقد النادي الاهلي يكون بدايته فيه معسكر بيدخله في الأجواء الروح اللي احنا بنشوفها بقى من اللعيبة في النادي الاهلي اللي دايما بنأكد عليها فيه مشاهد كده كابتن اسلام ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي يعني فيه عندك سنائيات كده ودويته دايما تلاقيه في المعسكر في المباراة كريم فؤاد وأكرم توفيق فيه مشاهد كده معتادة بيسهلوا أمور كتير جدا مع اللعبين عاملين روح كبيرة جدا ما بين اللعيبة يعني رامر ربيع وعمر السلية تلاقي جلسات مع اللعيبة اللعيبة النشئين فيه سنائيات مهمة عاملين روح كويسة جدا ما بين اللعبين هنا في المعسكر خلينا نقول لك التدريب النهاردة ميستر كولر في كلامه في تعليماته للعبين عايز يعود اللعيبة اللي نشين على أسلوب النعب ومساحة الواسعة في بعض الجمل الفنية بيطالب اللعيبة أنهم ينفذوها طبعا زي ما قلنا أن المباراة غدا أمام فريق الأخدود السعودي خلينا نقول لك بعض التفاصيل الخاصة بهذه المباراة زي ما قلنا أن المباراة تكون في الخامسة بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت القاهرة هيكون طبعا فتح أبواب الأستاذ للجمهور في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الإمارات تم تحديد أسعار التذاكر هتكون التذاكر يعني الدرجة الأولى بسبعين ندرهم الدرجة الثانية بخمسين ندرهم مصرين كتير جدا جايين من كل مكان المباراة طبعا بأكد أنها تقام في ملعب أوستاذ اتحاد كلباء اللي بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الآلي بساعة وساعة وربع جماهير كتير جدا جاي من أبوصابي جاي من دبي جاي من الفجيرة من الشرقة من كل مكان عاملين يعني روح مهمة جدا تواجد واسم وقيمة النادي الآلي وإحنا موجودين في المكان التدريب الجميع بيتكلم على تتويج النادي الآلي بجائزة جلوب سكر كأفضل نادي في الشرق الأوسط بعض الإخوة الإماراتيين يقول لك هو مين يكون غير النادي الآلي هو يعني يكون أفضل نادي في الشرق الأوسط كتير منهم كان بيتابع مباراة الأهلي والتحاد جدا سعودي في كأس العالم للأندية أشهدوا بمستوى النادي الآلي أشهدوا بالروح اللي ظهر عليها للنادي الآلي عايز أأكد على حاجات مهمة جدا كابتن إسلام أن في أمور هنا حضرتك عارف يعني فيه يعني كتيب التعامل على مدار الـ 24 ساعة فيه جنود إحنا دايما بنتكلم على العيبة بنتكلم على الجهاز الفني لكن فيه جنود مهمة جدا لازم يعني نقول الدور الكبير جدا اللي هم أيمين به في بعثة فريق النادي الآلي الكابتن الكبير والتاريخ الكابتن سمير عدلي مع الجانب الإداري الكابتن مير عبد العزيز كابتن محمد أسامة أيمين بدور كبير جدا طبعا مع الكابتن خالد بيبو مش عايز أنسى عم حارس ولا عايز أنسى سامح ولا أنسى مصطفى اللي أيمين أيضا وأسامة أيمين بدور كبير جدا في تجهيز كافة الأمور للعبين دايما بنتكلم على اللعبين وزا بولته والجهاز الفني لكن في ناس هنا يعني على مدارة 24 ساعة متودين بينصقوا وبينظموا كل حاجة خاصة ببعثة الفريق النادره لي دايما من خلال شاشة قناة النادره بلحاول أن يديهم حقوم بعيد تاني بقرر على عم حارس وأسامة وسامح وسالم المجموعة الأيمين بدور مهم جدا المستر كولر بيفرض خلاص إطار رسمي على المباراة الودية نفس اللعبة نفس الإسلوب غدا إن شاء الله هيكون يوم اعتيادية كأنك راح تلعب مباراة سواء في بطولة إفريقيا أو في بطولة الدوري طبعا هيكون فيه محاضرة فنية إن شاء الله يعني ساعة واحدة ونص بتوقيت الإمارات قبل التوجه طبعا لملعب المباراة لا يكون التحرك الساعة الثانية زهرا التحرك إلى ملعب اتحاد كالبا اللي هي الصديف أولى اللقاءات الودية الفريق للنادرالي اللي إن شاء الله تكون يعني أوجه الإفادة لمستر كولر من هذه المباراة خلينا أكد لك على بعض الأمور الخاصة الاستفادة لمستر كولر من هذه المعسكر في لعيبة بتظهر بشكل مميز جدا في لعيبة تقدر تقول يعني خلاص يعني وسامة وعليين دمك شوية مع العادة الندرالي دخل في الأجواء أنتوني موديست خلاص روح مع نواية مختلفة حمد مجد قفشة طهر محمد طهر عمر السلية رام ربيع لعيبة مهمة جدا بتظهر بشكل مميز كريم فؤاد وأكرم توفيق والعناصر حسين الشحات المجموعة اللعيبة الأسية إلى جانب طبعا مجموعة اللعيبة النشئين اللي إذا ما قلنا أن مستر كولر خلاص بيضع عينه على مجموعة من اللعبين بيظهروا بشكل مميز جدا نتمنى إن شاء الله التوفيق للنادرالي في أولى المباراة الودية طبعا يا كابتان إسلام كل اللي نهمنا طبعا في المباراة الودية إن شاء الله إن الفريق يخرج خالي من الإصابات بإذن الله نستكمل معسكرنا بدون أي إصابات ويعني تقدر تقول على الجانب الآخر يعني اللي نحن بنتكلم على الإصابات دكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي والفيق العمل اللي أيضا موجود معاه في معسكر النادرالي على مدار الـ 24 ساعة عارف طبعا في جلسات للعبين في جلسات تدليج في أمور كتير جدا بتتم للعبين دكتور أحمد جاب الله مع التنسيط طبعا مع الدكتور مصطفى ودكتور أحمد عبدالغفار المجموعة يمين بدور مهم جدا ومميز جدا طمنا برضو من خلاله على لعيبة لسواء رضا سليم اللي خليني زي ما نأكد ونحسن وإن شاء الله رضا سليم أحمد نبيل كوكة أحمد عبدالقادر محمود متولي هيكونوا جاهزين إن شاء الله للمشاركة مع النادرالي في مباراة شباب بابولزداد بعد عودة النادرالي إن شاء الله من معسكر من هذا المعسكر هيشاركه في أجزاء من التدريبات الجمعية للنادرالي تقدر تقول إحنا يعني اتطمننا من خلاله على مجموعة هؤلاء اللعبين المصابين إن شاء الله بكرة يكون يوم يعني يوم الفريق النادرالي وقول المباراة الودية النادرالي يظهر بشكل مميز جدا اللعيبة تظهر بشكل مميز جدا تكون بروفة قوية جدا لمستر كولر واللعبين يستفيد منها مستر كولر خلال هذه الفترة ثم نستكمل معسكرنا بإذن الله دي كل التفاصيل وكل الكواليس الخاصة بمعسكر في النادرالي هنا في الإمارات وبالتحديد إمارة تعجمان من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن دا الكابتن إسلام الشاطر شكرا جزيلا الزميل فاروق صلاح